السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله الصحة تكون لها بس كيراكم خوتي بارك الله فيكم جسبر تكونوا بياه وإن شاء الله العائلة تكون بخير وإن شاء الله الصحة تكون بألف خير نروحوا خوتي الموضوعنا موضوع مهم وأغلب الناس ما تبغيش تهدروا عليه خاصة الجزائرين يخافوا من الردود الأفعال يخافوا من عدة أمور ولكن غادي نطرقوا له قبل ما نبدأ وندخلوا في الموضوع الرحبوا بالثولاثي المصري اللي في زيارة للجزائر كل من علي سعيد محمد إبراهيم أو محمد إبراهيم ومحمود حجازي قولولهم أهلا وسهلا حليلتم أهلا ووطعتهم سهلا مرحبا بيكم في بلادكم الجزائر بلد الضيافة مرحبا بيكم في الجزائر بلادكم الثاني مرحبا بيكم عند خاوتكم وخيانكم كما احنا نقولوا مرحبا بيكم عند أهل الجود والكارم وجسبر وإن شاء الله أولاد بلادي رام دارين كما احنا نقولوا الواجب وبالزيادة وهذا متوقع وهذا متوقع الروح أخواتي للقصة وما فيها القنوات اللي تحكي باسم الجزائر أسكورم يتجروا بيها ودارينها في فوند كوميرس والله يبغوها طعب الصح شفنا احنا في الأوين الأخيرة خابتي خرجوا بزاف قناوات طعب بزاف طعب بزاف طعب بزاف طعب بزاف كما احنا نقولو خابتي يحضروا على الجزائر سواء بالإجاب سواء بالسلم سواء بالإجاب سواء بالسلم وهذا راجع لماذا لكثرة الجزائرين في هذه المواقع سواء فيسبوك انستغرام ويوتيوب بنسبة قليلة تويتر وكذلك سنابشات لكن في هذو ثلاثة أخوتي بكثرة وتحتبر الجزائر والمتصفحين للمواقع من الكوميونيتي لتبع أي حاجة متعلقة بالجزائر كل ما متعلق بالجزائر الجزائرين يتيحوا عليه قلت لكم سواء بالسلم سواء بالإجاب بسلم تتبع شيء يقول عليك بش ترد عليها ولا بش تطيح له ولا كذا 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 وما متأبوني عنده بش تعرفوا شيء يقول عليك ولا ليمتحوا في الجزائر وكل واحد عنده الأناتاع وتبغي ته واحد يهضر لك علي الجزائر كان نقطة خلاف ما نيش نهضر عليه هذو ثلاثة عالي ساعيد كل واحد ربي يسهل عليها وكيما قال لك كل واحد وربي يعطي خبستها الله يسهل عليها يعني نهضر بصفة عامة نعطيكم مثال بسيط ليقول لك سياحة ما سياحة السياحة ما تشجحش بمثل هؤلاء على قاعدتهم جزائرية ادخل للتعاليق التيحهم وتسيب كلهم جزائريين تقريبا كلهم جزائريين ليكمونتير كلهم جزائريين ليزابوني عدوا منسبة كبيرة من ليزابوني جزائريين رايشجع في السياحة الداخلية نعطيكم مثال بسيط باش نختصروا المفيد واحد كيما خبيب هذك خبيب الجزائري هذك بطوطة اللي ظل يترحل من المكان الاخر يروح لك البنغلاديش يروح لك معربة ليشويس المالي يروح لك القورة يروح 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 لأمازون يروح لك متاح سيشقع وين يروح لك يروح لك يروح لك اللوسيا يروح لك البلدين هذه البلقان يروح في هذه المناطق تأكيد تشوف خبيب وتفرج على خبيب يعني عندك الفضول بش تزور خبيب يشجع يشجع الجزائريين على السياحة في بلد آخر بس هذو اللي يجيبوهم وهذو اللي يقول لك يشجع السياحة هذو لا هذو رم يشجعوه في الجزائريين رم يشجعوهم يقول لهم ديروا سياحة في بلدهم يعني يشجعوه في السياحة الداخلية سمى واحد وهران يتفرج عليه يقولوا وهران شابة سانتا كروسابة واحد في عنبا يقولوا لبلاشتع عنبا شابين والناس قاد تعرف الجزائريين شكولي ما يعرف كالما يعرف المناطق سيرت كالما نقص في المعاملات وعنى اليوتيوبار ولا قناوات الإعلامية ولا نقص بس عباش تقول يشجع السياحة واحد كما أبو فلا يشجعلك السياحة واحد كما عدلان هذك تعصبور يشجعلك السياحة واحد كما مع لبلاش أنا ذاك الكويتين سيتاك يسموه يشجعلك السياحة خارج الكوميونيتي التحم خارج الجزائر عندهم كوميونيتي من الخليج عندهم كوميونيتي من المصر عندهم 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 هذو كيديروا موضوع للجزائر يشجع السياحة سعوديين ولا الإماراتيين ولا كويتيين ولا مصريين بش يجو بس حنتي يحوض كوميونيتي التحم والمتتبعين التحم وكل المتتبعين التحم الجزائريين ويقول يشجع السياحة خطأ في خطأ هذي من جهة هلروح الأسباب هذه الظاهرة خاطئ وعلى هذه الظاهرة منتشرة في الجزائر عندنا مجتمع شاب واحد مجتمع متصفح لمواقع التواصل الاجتماعي ومشترك بكثرة وزيد فعال وآكتيف حيوي ينشط لك أي قناة ينشط لك أي قناة لفاة تهضر على الجزائر سواء بالسلبي أو الإيجابي السلبي كما قلت لكم خاطئ بش يتبع بش يعرف شيرود شارعه هيقول عليك وتعبوني وتقارغ وش يقول عليك وش يطيح لك بش ترد عليها وتطيح له في الكومنتار يتويتويتويتو ولا بالإيجاب هلك حاجة أخرى الآن وكل واحد يبغي الجزائر وكل واحد يبغي البلاد ويقضر عليها وكل واحد وكل واحد لهذا لازم نفرقه ما بين واحد يبغي الجزائر وواحد ديرها فونت كوميرس خاطئ شوائد يدير فيديو على الجزائر ويجيب ثلاثمائة ألف مشاهدة أو أربعمائة أو خمسمائة ألف مشاهدة أعرفوا خوتي خاصة إذا كانت نسبة الجارية التبع فيه أنا عنده ما بين سون سيكونت أورو حتى ترواصن أورو في النهار لهذا لنقولكم لازم إحنا كشعب جزائري نتوعاه لهذه الظاهرة وخير كذلك مثال هذه مقابلة كوراة القدم والتصفية المؤهلة لكأس العرب شوفوا خوتي كم الصفحات وكم على أمثال موح الحرق هذا الكلب على أمثال بزاف أمور كان بنات حلوا ديفيدي وحلوا ديشان يوتيوب والله لا علاقة لهم بكوراة القدم ويظلوا يتفلسوا ويعطونا في المعطاية ويعطونا في الجديد ويقولوا هني أبو ريدا عاون الجزائر والاتحادية مصري بتعاون الجزائر وهي خروطه في خروطه يحوسوا خوتي على نسبة المشاهدة يحوسوا على بزاف أمور هنا بس تصدي لهذه الظاهرة وميجوش يتباهلوا علينا وحاسبيننا ديكون وحاسبيننا 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 لازم نفرقوا ما بين قنات تخدم المصلحة وتخدم الجزائر وتساهم في السياحة في الجزائر ولا قنات ما عندها شظيف لك ما عندها شظيف لك نجي نتفرج بس أحمن أبوني ما ندير جام نجي نتفرج نعاونها نشوف شي يقول بلك يطيح بالك مع البالي شواش إلاشة المحتوى التي عملاح نقعد ونشارك ما صدش خدش عدنا احنا جزائريين عدهم قنوات معرفية عدهم قنوات ثقافية عندهم قنوات تاريخية عندهم 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 مكاش لي معاونهم وانا يا حب ما شاء الله ذيك الحبلة اللي داروها الخبيب حاجة ما شاء الله ان شاء الله يديروها لقنوات را يدعم في البلاد قنوات را يدعم في الجزائر كان قنوات الدافع للجزائر كانت سواء سياسية سواء تاريخية سواء الطراث بش ما يتسرقش سواء 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 وانا حطيت خاطئ في قناة ما انا عرفاش الدكتور انسيت الاسم التاع ومش مستحضر له على هذا قطيك وما انا عرفاش ومن بعد نبدأ بشاك فانت القناة خاطئ اللي بغي يدخل فيها يدخل هكا يعاون والدبلادو ويعاون حاجة في دبلاد واحد يدير السياحة واحد يدير سياحة داخلية يراني معاك بسح بش تجيب لي يا ناحود مصريين الكوميونيتي تاحهم ما نيش ضدهم ولكن كي تجي في المعقول الكوميونيتي تاحهم جزائرية ما عندهم شا يضيفون ما عندهم شا يضيفون ولا ما يضيفونش للسياحة الجزائرية وكي تحضر لي على السياحة الجزائرية وكان بعض بعض الأقلام وبعض الصفاحات اللي تابع لبعض الأمور من بعد ندخلوا في التفاصيل ولكن خلطي بش تجي بتايا تجيب لي حود مؤثرين على مستوى الخاليجي على مستوى مش عارف الشرق الأوسط على مستوى الأوروبية على مستوى كيما دارت السعودية السعودية في موسم الرياض لموسم الرياض اللي دارتو جابت كل المؤثرين لخارج السعودية لخارج السعودية جابت مؤثرين مصريين لعدهم كوميونيتي مصرية جابت إماراتيين اللي تبعوهم إماراتيين جابت ألموت جابت مش عارف ديز إسبانيول جابت مش عارف ديز أمريكا جابت هذو المؤثرين هذا المؤثر ما متخلصو كيدير فيديو يتبع الزجملين ولا الزجملين يجي قدوة 10 ألف تر رابح تر رابح رانينا درب العقل ما تقولوا لي لك كونترهم لا والو مانيش كونترهم راني نفرقوا بين الأمور راني نفرقوا ما بين الأمور ونزيدكم مثال زيدوا وشوفوا خالطين الماش كيما قلت لكم الماش تعلجزائر شوفوا شحن القناة خرجت شوفوا شحن القناة خرجت إن شاء الله بربي تكون حملة لدعم القنوات الجزائرية إن شاء الله كذلك تكون حملة لدعم القنوات المعرفية والقنوات اللي تدافع على الجزائر وإن شاء الله بربي نتخلصوا من هذه التابعية ونتخلصوا إحنا من هذه عقدة الآن اللي عدنا إن شاء الله كيتشوف فيديو ما يتسيبه في العنوان حاجة ويهدر حاجة فما كتايا يتسينياليه يما تسينياليش على الأقل على الأقل ما تزيد تدخل وتجعو يواصل والمشكلة احنا يدعموا كما قالي واحد خفز الدار يأكلوا البراني لازم هذي طبيعة تباها تواسع واليوتيوب الجزائريين ولي عندهم صفحات بطل الأنانية ولك يشوفوا قناة معرفية ويشوفوا قناة تعثقافة ويشوفوا قناة تنفع الشعب الجزائري وتنفع الجزائر يدعموها هذا هو الموضوع التعليم تهل الله في رواحكم وبرك الله فيكم والسلام